اهلا بكم في برنامجكم الجميل داكتورز النهاردة انا معايا فقرة جميلة قوي هتكلم فيها عن جهاز اسمه الكيو سويتشد ليزر الحقيقة الجهاز ده من الاجهزة الجميلة قوي قوي الرائعة اللي بتحل مشاكل كتيرة قوي موجودة عندنا والحقيقة له استخدامات كتيرة واستخدامات رائعة ابرزها دايما السؤال اللي يعني واخد الترند او كل اللي ناسعل عنه اللي هو ايه التأشير الكربوني او الكاربون فيل معانا فيديو جميل قوي بيوضح بيه الكاربون فيل دا هو ايه الكاربون فيل دا احنا بنحط الكاربون كريم بنحطه على وشنا وبعدين بنعمله حاجة اسمها برايمينج بالليزر او بنخالي الليزر ويدخل البورتيجنز تاعت الكاربون جوه والشنا وبعدين بنشيله بالليزر بالشكل اللي باين معانا دا طب بيعمل ايه الكاربون فيل دا او يعني الكاربون فيل دا ايه فايدته اول حاجة هو عبارة عن تأشير تأشير سطحي بسيط ملوش أي أثر ما بيقعدش ما بيسيفش أثار ما بيسيفش إشرة جمدة ما بيعملش تأشير عنيف هو تأشير بسيط بيخدم معايا في النضارة بيخدم معايا في المسام الوسعة للوش بيخدم معايا في اللون السطحي للوش بيخدم معايا في أنه هو بيدي حمار وبيدي وهج للوش جميل قوي والداون تايم بتاعه أو الوقت اللي العيين بياخدوا تعبان بعد الكربون بيل ده ما بيكملش ساعتين تلاتة من الحمار وخلاص بيبقى كويس فالحقيقة هو حاجة ترندي قوي الكربون بيل ده يعني الفيديو قدي بي وضح لنا العملية كلها ما بتاخدش اكتر من خمس دقايق حاجة ترندي قوي عجب البنات الحقيقة جماله هو فكرة ان هو ممكن نسميه حاجة اسمها ايه لانش تايم بروسيدجر او حاجة كده بتعملها في ساعة الغداء زي ما بره بيسموها تاخد بريك الغداء بتاعها يعني عشر دقايق نص ساعة تروح تعمل الكربون بيل ده هاي القوي قوي قوي الشكل او الوهج او الجمال اللي بيديه ممكن يستمر معايا حوالي عشرة ايام اسبوعين او شهر بيحتاج انه يتعمل كذا مرة عشان التراكم بتاع الشغل بتاعه بيحسن اوي الكولوجين والنضارة ويشد الوش ويقلل المسام الوسعة فده من الاستخدامات الجميلة لجهاز الليزر بتاع الكيو سويتشد والحاجات اللطيفة اوي والسهلة اللي مخليها ناس كتير متشجعة وتسأل ترندي اوي لتأشير الكربوني لتأشير الكربوني احنا النهار ده زي ما اتفقنا معاكم بنحاول نوضح لكم لرهات التجميلية او نعرفكم بيها تعريف سهل قوي هو ده ببساطة التأشير الكربوني نيجي بقى للحاجة الاساسية اللي بيشتغلها الجهاز ده اللي هو ايه التاتو تاتو ريموفل كلنا عارفين مشاكل التاتو والناس اللي عملته في وقت معين بالذات يمكن تاتو الحواجب او رسمة على الايد او محمد حبيبي او انا بحب احمد وسابة احمد الحقيقة مش عارفة تعمل ايه في تاتو احمد او محمد ده فبنبقى عايزين نشيله بالليزر معانا هنا الحالة لطيفة اوي في الفيديو كتتعمل قلب على اصباعها وكتعايزة تشيله الحقيقة ما كانش عجبها ازاي ان الجلسة ما بتاخدش معايا يعني ثواني او يمكن دقيقة بكتير اوي حسب لون التاتو الحقيقة من الحالات برضو لطيفة اوي والسهلة اوي واللي مطلوبة جدا جدا بالذات اكتر ريستال بيشتكوا منها اللي بيروحوا يعملوا المايكرو بليدينج دايما في المايكرو بليدينج معروفة كل السبانات بترفط تماما تعمل مايكرو بليدينج وانتي عاملة تاتو الحواجب وبيحصل في الاخر انك بتبعتها الحالة لينا تقول لها شيري تاتو الحواجب عالي دكتور عشان اقدر اعملك مايكرو بليدينج طبعا كانت الناس بتخاف اوي ويمكن لما بنكح التاتو بيطلع على طول صورة فيلم التمر حنة رشدي ابوازو لما كان بيشيله بموية النار ويسيب مكانه اثر لقى الحقيقة الجهاز ده من روعيته حللنا المشكلة دي ادى من انا بشيله بمنتهى السهولة من غير ما اسيب اثر معانا صورتين لحالتين حالة كتعاملة رسمة على ايديها قبله بعد ازاي روح التاتو وحالة تانية كتعاملة حواجبها ازاي شلناها يشوفوا تحت الحواجب تخينها فوق بيطرفيعة بعد ما شلنا التاتو اللي كان موجود وروح اتعاملت بعدها بمنتهى السهولة الحقيقة ده حل المشكلة ما بيسيبش اثر طب كم جلسة يا دكتور وبين الجلسة والجلسة ادى ايه على حسب اللون والعمق وشكل التاتو الحقيقة بحب ان ما تناقش مع الناس اقول لهم ان التاتو كل ما كان سهل اول كل ما كان ملتبول كالر عم بيتاتو احمر على اخضر على اسود على ازرق كل ما كان صعب بالنسبة لنا اشهو التاتوهات اللي كان بنتعامل يمكن التاتو الاخضر اللي كانوا بيعملوه على بدقنوهم او بعض الرسومات اللي معمولة على الايد او على معصم الايد زي ما شوفنا او الحاجات اللي بيعملوها على السدر او البطن وده بيتشال الحقيقة بمنتهى السهولة كل ما كان سنجل كالر ياخد مني قد ايه ممكن اربع ست تامن جلسات لما بيكون فيه ملتي كالر تاتو او له اكتر من لون او رسمة معقدة شوية واحد رسم تنين على ظاهره رسم جوكر او خطة الوان كتيرة قوي الحقيقة بنحتاج اكتر من جهاز كيو سويتشت عشان تكون النتيجة مرضية او جميلة بالنسباله الجلسة ما بتوجعش بتكون سريعة او سهلة زي ما احنا شوفنا معنا في الفيديو يمكن التاتو ما كملش عشرين ثانية كنا عاملينه هي بياخد اكتر من جلسة على ما الكالر يروح معتمد جدا هالي التاتو اللي عامله محترف ولا هاوي لو اللي عامل التاتو واحد هاوي بيكون سطحي اوي وبيكون سهل في الشيء لو واحد محترف ومتمرس في عمل التاتو الحقيقة بيعمله على اكتر من لير في الجلد ويعمله على اعماق جمد اوي عشان كده بياخد مني وقت اكتر او جلسات اكتر عشان اقدر ان انا اشيل التاتو ده خالص واهم حاجة طبعا في اختياب التاتو هو الدكتور المتمرس الشاطر الجهاز الكويس اللي يكون صالح لاستخدام التاتو ويكون امن الحقيقة عشان العملية سهلة وبسيطة وما بتصيرش اثر باذن الله ولكن يهمنا جدا نأكد على حاجتين المهارة والتمرس والامان في ازالته عشان يتشال بمنتهى السهولة من غير ما نحتاج شغل التمر حنة ومية النار ويحنا نسيب مكانه اثر في المكان ده اتمنى اكون وضحت ببساطة ايه هو جهاز الكيو سويتشر اتمنى اكون وضحت لكم اكتر ايه التأشير الكربوني اللي شاغل بالكو واللي سألتوني عنه كتير وهل هو حلو وخدوا بالكو فيه فرق جبير ما بين التأشير الكربوني وما بين الليزر الكربوني او الكربون تاكسايد ليزر اللي هو الفراكشنال ليزر بتاع اثار الحبوب او الحفر او اثار الجروح والمتابات ده هنبقى نتكلم عنه في حلقة تانية انما ده التأشير الكربوني اللي بنحط الكربوني اسود على وشنا ونرجع نشيله تاني بعد ما يكون دخل جوه مسام الجلد فبنشيله بالليزر بيطلع سخونة اوهيد زي ما اتفقنا هتعمل تنشيط للكولوجين تعمل نضارة لوشنا تقفل المسام الوسع اللي موجودة على المناخير او الخدين تحسن من شكل الوش قوي جلسة في التانية في التالتة بلاقي نتيجة حلوة جدا وضطيفة واكد تاني على اختيار الدكتور اختيار الجهاز الصح اختيار المكان الامن او المكان ذو الثقة عشان تكون الجلسة اامنة وما تعملش مشاكل فاصل ومكملين معاكم فقراتنا في برنامج تقص